افتتخت بلدية الناصرية اليوم الثلاثاء مشروع القاعة الالكترونية الخاصة باستقبال معاملات المواطنين وتتبعوها عبر شاشات مرئية وفقا لدائرة النظام المفتوح بهدف القضاء على الروتين وذلك بحضور محافظ ذيقار أحمد غن الخفاجي وأكد الخفاجي بأنه سيسعى إلى فتح مثل هكذا قاعات وتعميمها في المحافظة خدمة للصالح العام قمنا اليوم بافتتاح القاعة الالكترونية التابعة لبلدية الناصرية هذه القاعة انشئت بجهود ذاتية لبلدية الناصرية وهي تقدم خدمات نوعية متقدمة للمواطنين الكرام في سبيل إنجاز معاملاتهم أتمنى أن تعمم هذه التجربة وسأسعى لتعميمها على جميع دوائر المحافظة خدمة لمواطنين الكرام وقال مدير البلدية كاظم الصافي أن دائرته بهشرت العمل باستعداث آلية مدمجة لتنظيم معاملات المواطنين تتضمن استلام طلباتهم من قبل الكادر الوظيفي للبلدية عبر نظام إداري مفتوح وتعقب إنجازها من خلال دائرة ألكترونية وبين أن الدائرة عبارة عن قاعة تضم جميع أقسام البلدية بما فيها القسم الإدارية تمكن المراجع من تسليم طلبه وتتبعه عبر شاشاته تم افتتاح قاعة الإلكترونية لبلدية الناصرية لاستقبال للمراجعين بشكل رسمي اختارينا هذا الوقت باعتبار الآن رمضان كريم على الجميع وشهر مبارك إن شاء الله هذه القاعة تسع إلى 200 مراجع في نفس اللحظة وأيضا تحتوي على ثمن كاونترات ثمن منافذ إلكترونية لاستقبال المعاملات من أبو الاستعلامات إلى مدير البلدية كلهم عمل ينجز بصورة صحيحة وما بيأي تركة ونحث كل دوار الدولة أن تكون نفسها ديدان هذه البلدية لإسراع المعاملات بالوقت الحال هذا وبين عدد من المواطنين أن القاعة النموذجية التي شرعت أبوابها أمام المواطن الثقارية قامت باختصار الكثير من الجهد والوقت عليهم مؤكدين أنهم داعمين لمثل هكذا مشاريع تخدم المجتمع والمحافظة من ذقار مشتبى صالح قناة WTV وطن